مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب بهني كل الإخوة الأورتدوكس الذين احتفلوا بقيامة المسيح الأحد الماضي فالمسيح قام حقا قام هذه الحلقة هي الحلقة رقم اتنين للرد على الآب جورج رعت وعشان كده احنا خصصنا الحلقة اللي فاتت بدأنا نرد على ادعاءاته بحدم العهد الأديم وعدم إيمانه به واليوم هنكمل معا الرد على أيضا ادعاءات أخرى كثيرة مرتبطة بالعهد الأديم ومرتبطة أيضا بالعهد الجديد فهو يرفض رفضا تاما أن يعتبر العهد القديم موحى به من الله ويصف أيضا شخصيات العهد القديم بأنها شخصيات خرافية أو مجموعة من الأساطير وأن شخصيات العهد القديم هي شخصيات وهمية وامتد نقده ليشمل ليس فقط العهد القديم لكن ليشمل أساسيات الإيمان المسيحي فيقول أن المسيح لم يأتي ليموت وأن الإنسان مخلص منذ الأزل وأن حتى الإنسان الذي يرفض الإيمان بالمسيح سيكون له حياة أبدية والمسيح لم يكن يعلم أنه سيموت والكل خالص لأن الله محب أنا عارف أنه نحن ننتقد فكر نحن لا نتعرض له بصفته الشخصية لكننا نتحدث عن فكره وننتقد فكره ونقارن فكره بما أعلنه لنا الرب في الكتاب المقدس ونفعل هذا لكي لا يعني ينخدع أحد بكلامه فكلامه مغلف بتعبيرات مسيحية لكنه في جوهره أبعد ما يكون عن الإيمان المسيحي وأنا لما شاهدت الفيديو ده مرة واثنين وثلاثة عايز أقول لحضراتكم اللي بياخد حبيت ضغط ياريت وياخدها قبل ما نكمل استماعنا لبعض الفيديوهات اللي فيها يعني بينتقد بينتقد الإيمان المسيح طيب قبل ما نبدأ في مدخلة جايلنا النهاردة سريع شوية فالأخ متى ممكن ناخد مدخلته وبعدين نكمل مع بعض آلو آلو أيوة مساء النو مساء المسيح دكتور أشفاف أهلا بيك طبعا أنا حاولت أن أتصل الحلقة الماضية سمعت الحلقة الأسبوع الماضي لكن مساعدني الابتصال اليوم قررت أنه أتصل أول شيء أنا أحب أن أشكرك أول شيء أنا أحب أن أشكرك لأنه اخترت هذا الموضوع هذا الموضوع جوهري جدا مهي بتوقيت هذا بالضبط راح أتكلم بالموضوع هذا لو سمحت لي من نقطة مهمتي فضل أو من زاويتهم مهمتي الزاوية الأولى الحقيقة نحن في هذه السنوات الأخيرة وسامحني على تلمان ليش هذه حفلات رخيصة من أجل يعني ربما قد يكون الشهرة أو المنصب أو قد يكون للتملق أو من أجل أيضا مرات لا يخلو الأمر من تضخم الأنا في داخل المتكلم والحقيقة يعني في نفس الوقت الشيء المحزن المرحك أن هذه الأطروحات أو النظريات يعني لتفاهتها يعني لا يمكن حتى الرد عليها في السياق الوسط الأكاديمي لأنه قادما من أشخاص غير مؤهلين أصلا للكلام بصورة أكاديمية ومنطقية عن النص الكتابي أي يعني ولهذا أطروحاتهم ونظرياتهم سخيفة جدا الحقيقة الخطورة بهذا الشيء أنه هناك أشخاص بسطاء أي يعني تنطلي عليهم هذه دعنا نقول المادة الفاسدة الفكرية المغلفة بغيار يبدو أكاديميا للذين لم يقرؤوا ولم يتعاطنقوا بكلمة الله بكتاب المقدس وما زاد الطينة بل أن هناك بعض المنابر الإعلامية والمؤسسات الإعلامية تستثمر هؤلاء من أجل نقض المسيحية وهدمها أي يعني النقطة الثانية أو الجانب الآخر للموضوع دعنا نكون يعني سراحاء مع أنتو السلام أن الأغلبية في المجتمع أغلبية المجتمعات المسيحية في الشرق الأوسط خصوصا في سوريا والعراق واللبنان وأنا من تلك المجتمعات بالنسبة أنا من تلك المجتمعات وأتكلم ولتجربة وأعرف ما أتكلم عنه يعني تعاني هذه المجتمعات من قطيعة معرفية كبيرة جدا وهناك أسباب كبيرة يعني كثيرة لهذه القطيعة المعرفية بالنص الكتابي وفي وفي كتابات الآباء والتحميل الكنسي الحقيقة هذه القطيعة المعرفية يعني سببه الحقيقي هو فشل القيادات الكنسية في إيصال الكلمة الرب الإله إلى الأطفال من الطفل في مدارس الأحد إلى البارد طبعاً باختلاف مستوياتهم بغض النظر المسؤول التعليمي للشخص يعني نحن نرى قد يكون الشخص حاصل على شهادة الدكتوراه أو شهادة ميستير لكنه في الحقيقة يعني هناك أشياء بسيطة في الكتاب المقدس يجب عندها يعني لو تقول له اذكر لي اسماء تلاميب يعني قد لا يعرف يعرف اثنية لا تغلاق فالحقيقة بهذا الموضوع خلق فراغ في الشخصية المسيحية اللي أخذت هذا الفراغ بدت تملينه الأفكار القادمة من الملحدين والفوضويين والنسويات الموجودة على الإعلام التقديدي والوساء التواصل فالنتيجة اللي ظهرت لدينا الآن هو عبارة عن إيسان مسيحي ممسوخ فكريا بغض النظر عن المستوى كما ذكرت المستوى التعليم فهو في حالة يعني طبعا أنا أتفق مع حضرتك في اللي أنت قلته أنه يعني هناك بنسميها أمية كتابية في بالأخص في منتشرة في بعض البلاد أكثر من البلاد أخرى أنه حتى الشعب الكنسي ما عندهوش دراية بكلمة ربنا مش بيدرس الكلمة مش بيتعمق فيها وده على فكرة جزء كبير يقع المسؤولية على الخدام وعلى المسؤولين وعلى الكهنة وعلى رجال الدين يعني بيرجعوا الإنسان للخلف وليس أنه بيدفعوا في علاقته مع ربنا للأمام ودي تربة خاصبة جدا للأب جورج رعد وغيره بأفكارهم اللي هو بيعتقد أنها أفكار مدرن يعني للأسف الشديد هو بيعتبر نفسه يعني من المفكرين لأنه هو دلوقتي بيفكر برا صندوق بيخرج بالمسيحية برا الإطار الكتابي العقائدي المسلم لنا واللي موجود في الكتاب المؤدس فهو يعتبر يعني من الناس المفكرين وكثيرين للأسف ممكن ينخدوا عشان كده نهتم جدا أن نرد على هذه الإدعاءات ويعني ونفندها يعني ليس هجوما عليه كشخص لكن حماية للبسطاء والشعب الكنسي اللي معرفته كتابية بسيطة أنا أتفق معك ديكتور أشرف في هذه النقطة يعني أنا أعتقد أن القنوات المسيحية الآن أصبحت تقريبا هي كنيسة بديلة تقدم مادة كتابية موثوق بها من دون من دون انحلاز للمشاهد أو المستمع من أجل أن يعني يخطو الخطوة الأولى لأنه الحقيقة يعني القضوات المسيحية ليست يعني ليست المشؤولة أيضا أنه تدخل إلى عقل المسيحي وتحاول أن تحشو ذلك العقل بالمعلومات أشكرت إذا لم يستمع أنا أصدرت عليك لا 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 شكرا شكرا ونقطتك وضحت أخ متى وربي بركك وبنشكرك على متابعتك وعلى تواصلك معنا أشكرت شكرا ربي بركك زي ما قلت أنه أنه هجوم الآب جورج اللي هو كاهن روم كاثوليك ومدير جمعية الساميري الصالح في لبنان هجومه على العهد القديم شيء لكن كمان هجومه على الإيمان المسيحي كويس أمر آخر يعني هنتكلم عن النقطة دين الحلقة دي شوية بالتفصيل أكمل مع حضراتكم بعض الأفكار الخطئة المرة اللي فات كلمنا عن أخطاء كثيرة ذكرها وفندناها وكلمنا عنها خلينا النهار دا تكلم عن نظرته لإبراهيم وشخصيات الكتاب المقدس فخلينا نسمع أول فيديو ونرجع نعلق عليه طيب أول شي من خلال الدراسة اللي عملتها هو طبعا ما قلناش إيه الدراسة اللي عملها يعني دايما الواحد لما بيعمل دراسة يقول لنا أنا عملت دراسة ونشرتها في الجزء الفلاني أو في الكتاب المؤد الكتاب الفلاني لكن نعتبرها دراسة شخصية يعني معتمدة على إيه ما عندناش ما عندناش أي فكرة عنها نكمل مع بعض طيب أول شي من خلال الدراسة اللي عملتها اكتشفت أنه ما فينا نبني إيمان على أساطير شخصيات العهد القديم ما كتير لقيتون أنا مثال مثل ما بتطلع بالرب يسوع كمثال للحب الرباني بيجي بتطلع بإبراهيم يلي راح بيع مرته يعني تيخد علي مصاري ومواشي وغيره بيجي بتطلع وأكيد هونيك بحثتيني كماني أنه كل الأبحاث بيّنت أنه إبراهيم هو شخص وهمي أول حاجة في كلامه اتكلم عن إبراهيم في نقطتين أول حاجة النقطة الأولانية أنه شخص وهمي هو شخص وهم هو بعدين يقول لك هو كل الأبحاث أي واحد أي واحد تسمعوا واخدوها مني يعني كأخ كبير كأخ صغير لحضركم أي واحد يقول لك كل يبقى مدرسة حاجة خالص أعرفها كده حتى لما بنكتب أحاس ممنوع أنه نقول كل كويس لأنه لما أقول لك كل الأبحاث معنى كده أنه يعني هو ولا بحث أرى ولا بحث ولا تطلع على الأبحاث ولا يعني اطلع على مجال الأبحاث المتعلقة بحياة إبراهيم وبسفر التكوين وبمندينة أور ورحلات إبراهيم ولا حتى علم الأثار ولا ولا الاكتشافات الأثرية ولا أي حاجة كويس هو بيكلم بصفة مطلقة هو دايما سوري أقول في اللفظ اللي عنده معرفة قليلة دايما نتكلم بالمطلق لأنه ده بيدي له الإحساس أنه أنا عارف كل حاجة كويس وبالتالي يجعل كلامه سلطان على الناس أنهي أبحاث اللي قالت لك أن كل الأبحاث اللي قالت إن إبراهيم كويس دي حاجة حاجة التانية يقال لك إنه ليس يعني شخصياتهم مش مثال لنا في الحب اللي الحب يعني آه إبراهيم في نقطة قوة كثيرة جدا إبراهيم يعتبر أبو الإيمان إبراهيم يعتبر نقطة الإيمان في حياته نقطة كبيرة جدا لكن كمان كان عنده نقاط ضعف كويس والكتاب المؤدس لما كلمني عن إبراهيم مش بيقول لي إن أنا أتخذ إبراهيم مثلا في كل شيء لكن بيقول لي إنه كل ما كتب كتب من أجل تعلمنا يعني أنا أتعلم من إبراهيم نقطة الإيمان لكن ما أتعلمش من إبراهيم نقطة الخوف ويس أو نقطة إنه أقول نص الحقيقة وأنا عارف إنه نص التاني كذب ففي هنا تشويه لشخصية إبراهيم الشخص الوحيد اللي كتاب يقول لنا إن إحنا نخده مثال لنا واللي قال تعلمه مني لأني وديع ومتواضع القلب هو شخص الرب يسوع لأنه كامل في حياته وكامل في سلوكياته وكامل كمثال كامل الإنسان الإنسان الوحيد الذي عاش على الأرض ولم يفعل خطيئة هو شخص الرب يسوع لكن حضرتك مش إن أنت يعني تلغي شخصية إبراهيم وتتصف إنه شخصية وهمية وتأكد للناس إنه أصلا أبحاث كلها أثبتت إنه شخصية إبراهيم شخصية وهمية ولم تسكن لنا لبحث ولا اثنين ولا تلاتة والأي شخص باحث دايما يجيب الفكرة ويجيب الفكرة لقصادها يعني يقول آه في بعض العلماء بيقولوا كذا لكن بعض الآخر بيقول كذا وكذا لكن للأسف إحنا المجال ده في علامنا العربي يكاد يكون معدوم الأمانة في البحث ولما تتكلم عن أمانة رجل الدين مفروض إنه على الأقل يبقى الأمانة عنده شيء يعني ظاهر أكتر من عامة الناس لكن ده اللي هو بيقوله لنا إنه بينفي إنه شخصية إبراهيم شخصية كتابية أو شخصية تاريخية وبيرى إنه إبراهيم شخصية لا ينبغي إنها يعني إن أتخذها كمثال في حياتنا مع إنه خلوا بالك إنه لما بوليس الرسول يتكلم عن التبرير بالإيمان التبرير بالإيمان رجع لشخصية إبراهيم في لسالة روميا والرب يسوع اتكلم عن شخصية إبراهيم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح يعني الرب يسوع أكد على إنه شخصية تاريخية وبوليس أكد على إنه شخصية تاريخية ويجي النهاردة هذا الآب الكاهن اللي نصب نفسه أعلى من المسيح نفسه له كل المجد وفاهم أكتر من المسيح وعنده معرفة ودراية كاملة أكتر من رب المجد نفسه يجي يقول لي أصله هو شخصية وهمية بيس دايما دايما اللي يقولي الكلام دا ويكون الرب يسوع ذاكر عن هذه الشخصية ومتكلم عنها يبقى هذا الشخص بطريقة مباشرة جدا بيطعن في لهوت المسيح يعني يعني كان المسيح ما يعرفش إنه شخصية إبراهيم شخصية تاريخية ولا شخصية وهمية بس هو اللي عارف الآب جورج هو اللي عارف فإحنا ناخد كلامه أعلى ونضعه في مكان أسمى من كلام شخص الرب يسوع له كل المجد ليه لأنه عارف هو عارف إنه شخصية وهمية مع إنه المسيح اتكلم عن إبراهيم على إنه شخصية تاريخية شخصية تاريخية ومع إنه بوليس اتكلم عنه على إنه شخصية تاريخية لكن هنعمل إيه في نهاية الزمان نحن في أيام أخيرة بيجي واحد لمجرد إنه ينصب نفسه أعلى وأسمى من الرب يسوع ومن رسل المسيح وفاهم أكتر من المسيح له كل المجد وعارف إن كان إبراهيم شخصية وهمية وكأنه بيطعن في لهوت المسيح ويقول أصل المسيح ما كانش عارف إنه إبراهيم كان شخصية وهمية زي ما قلت لحضراتكم ده الواحد مش محتاج إنه ياخد برشامة ضغط الواحد محتاج إنه يبلع علب الضغط علبة كاملة من البراشيم هو بيسمع الكلام ده نكمل نقطة أخرى طبعا هو طعن في تاريخية إبراهيم فلازم يطعن في تاريخية إيه الخروج لا وجود للخروج ولا موسى ولا الهيكل طويس وأنا مشكلتي مع ما لقاب جورج ومع غيره هي إنه بيكلم بثقة أزيد من اللازم يعني يعني أوات كثيرة لما أسمع الواحد يسمع كلامه كلام لأب جورج أو غيره أقول هو جايب الثقة دي منين يعني يعني جايبها منين الثقة على أي أساس بيكلم بهذه الثقة وكأنه وكأنه العالم الوحيد الذي يعلم كل الأمور ناخد مداخلة ونكمل ونكمل مع بعض الأخ جرجس آلو أيوة أهلا وسهلا بحضرتك أهلا أي شرف أيوة فضل كل عام أنت حضرتك بخير كل سنة طيب المسيح قام بالحقيق قام آمين آمين إنما أنا عاوز أعلق على حلقات قبل كده آه عاوز أعلق على اللي بيقوله المسيح نبي كان معي واحد باكستاني بيقول لي المسيح نبي قلت له المسيح نبي أنا مش عاوزه آيه منزمنيش أنا عندي أنبياء قصر عاملوا لي إيه آيه كل واحد يقل وكلمتين ومشي آه آيه فلو المسيح نبي ملزمنيش آمين فبعد كده آه عاوز أعلق برضو على موضوع آه الأنبياء آمين الأنبياء دولة زي ما تقول كانوا زمان يعني عاوزين الرجال آه رجل دين آمين ففيه عندي نحنا في مصر فيه رجال دين مسلمين والرجال دين مسحيين آمين فلما يكون واحد مثلا زي أنور السيداتو هتقول له الرجل هجيب لك رجل دين مسلم آيه رجل برضو عمل نفس الحكاية بعد كده هقول لك على الحاجة تاني أنا مش متفق معك فيها آمين أنت بتقول أنه المعمودية مش لازمة للخلاص أنا آمين ممكن أتكلم في الموضوع ده للصبح بس مش وقته أنا أختلف معك تماما في هذا الموضوع آمين آمين بعد كده موضوع التاني موضوع أنت ما زلت تتكلم فيه أنه إنجيل مورغوس ده مذكرات بطرس الموضوع ده موضوع آمين نظرة استعمارية الكنيسة كانت مصرية أنا طبعا أنا طبعا طبعا بقدر حضرتك جدا وبحترم رأيك وبقدرك كشخص وكمتابع طبعا للبرنامج آمين فكرة عشان بس ما طلعش برا الموضوع فكرة إنجيل مورغوس إنه مذكرات بطرس ده أبقى كنيسة وليس وليس آمين فكرة حديثة ده اقتباسات من أبقى كنيسة من أول بابياس وغيره اتكلم عن الموضوع ده لكن طبعا فكرة المعمودية أنا يعني كتابيا أنا أؤمن أن المعمودية هي ليست خلاص لكن الخلاص بالإيمان بالمسيح يسوع وحده والمعمودية هي إعلان خارجي لبركة داخلية خدها الإنسان وممكن ناخد حلقة كاملة عن الموضوع ده لكن أنا بس مش عايز أخرج برا الموضوع لكن ممكن ممكن أاخد تليفون حضرتك وواصل معك إحنا إحنا موجود على الشاشة وممكن حتى نتكلم في حلقة أنا ممكن أعمل حلقة أو اتنين عن موضوع المعمودية ما عنديش مشكلة فيه خالص لكن كل عام وحضرتك بخير وربي باركك حبيبي يا ريت أاخد تليفون حضرتك شكرا طيب نرجع إلى النقطة الأخرى بتاعت الأب جورج رعد أنه لا وجود للخروج ولا لموسى ولا للهيكل يعني يعني كل تاريخ اليهود لغى بجرة ألم بجرة ألم كل التاريخ الأديم على فكرة موسى والخروج وحادث الخروج عند اليهود بيمثلوا في القيمة حادث الصليب عندنا في الإيمان المسيحي كويس يعني لم يجي واحد يروح لاغي الصليب ويلغي تاريخية المسيح ويلغي أن المسيح لم يصلب كويس بالزبط اللي عمله هنا أنه واحد يجي يلغي موسى ويلغي الخروج ويلغي أيضا تاريخ الشعب اليهود نشوفه بيقول لنا إيه يعني وقت اللي منحكي عن الكتاب المقدس كمان بدي شوف أنا شو رأي علم الأثار بهذا الموضوع علم الأثار ماذا علم معترف فيه فيه علماء أثار يهود وإسرائيلية بيقولوا ما عنا ولا أي دليل على وجود إبراهيم ولا وجود موسى ولا وجود هيكل سليمان والأطعس من هيدا كله أنه أهم مؤرخين بالتاريخ القديم هن المصريين كانوا يسجلوا كل شي ما فيه ولا أي ذكر لمجيء الشعب اليهودي إلى مصر ما فيه أبدا يعني ما راحوا أبدا على مصر فإذا ما راحوا على مصر ما نجد قصة موسى طيب طبعا هذا الموضوع قديم حديث لسه الأسبوع اللي فات زاهي حواس اللي هو يعتبر يعني علم أثار مصري قال نفس الكلام قال نحن لا نجد أثار لموسى ولا أثار للخروج ولا أثار لبني إسرائيل في مصر أنا عملت سجلتهم حلقتين الحلقة الأولى هتتزيع التلاتة اللي بعد الجاي والحلقة التانية التلاتة اللي بعده الحلقة الأولى عن تاريخية موسى والحلقة التانية عن تاريخية الخروج ودول حلقتين مهمين جدا لأنه هل فعلا ما فيش أثار ولا المقصود بالأثار يعني لما أجي مثلا أقول أنه ما فيش أثار تدل على وجود شعب إسرائيل في مصر ويس هل بعني بالأثار معابد مذكور عليها مكتوب عليها شعب إسرائيل ومكتوب عليها بالعبرية ولا بعني تمثيل مثلا كان عاملها المصريين ولا بعني بعني بالكلمة أثار معابد ومدن كان بنيها العبرانين في أرض مصر ولا ممكن أعني بالأثار أنه هناك براهين أخرى يعني زي ما ذكرت مثلا في إحدى المقالات عن بردية بروكلين اللي بتتكلم عن 95 اسم كانوا من العبيد والإماء اللي شغالين عند واحد من النبلاء المصريين معظم هذه الأسماء هي أسماء عبرية فده بيقول لي مش بيقول لي إنه التفاصيل كتيرة بتاعتكتنا لكن بيقول لي إنه فكرة العبودية وإنه وجود عبيد عبرانين في مصر كانت موجودة يعني كمان كمان مقبرة رخمين اللي هي مصور عليها مسخرين كانوا بيسخروا عبيد بيصنعوا الطوب وبيجلدوهم طب دي تعتبر إيه دي بتأكد لي أيضا حياة أخرى رسائل تل العمرنا أدلة كثيرة جدا ممكن نقول هذه الأدلة بتؤكد إنه كان في عبرانيين في مصر وإنه كانوا مستعبدين وإنه كانوا بيبنوا ويستخدموا الطوب ويصنعوا الطوب وكان عليهم مسخرين بيسخروهم إلى آخر هذا الأمور بالتفاصيل أمور كثيرة هتكلم عنها في الحلقتين دول أتمنى إنه حضراتكم تكونوا بتتبعوهم لكن لما يجي النهاردة ويقول لي إنه بالمطلق إنه لا توجد أثار وبعدين حتى الهيكل ده هيكل سليمان أو الهيكل أو بناء الهيكل مش بس موجود عندنا يعني فيه السجلات الكتابية لكن كمان ده مرتبط بسجلات بابل مرتبط بسجلات أيضا أشور مرتبط بسجلات مادي وفارس ورجوع الشعب اليهود على بعد قرار مملكة كورش بعد كورش لما قرر سنة خمسمية وتسعة وتلاتين إنه اليهود يرجعوا مرة تاني إلى أرشاليم ويبنوا الهيكل لو حبين هناك تاريخ كثير هناك سجلات حتى خارج الكتاب المؤدس لكن يبدو على إنه الآب جورج هو هو يطعن في كل ما هو في الكتاب بس هو يطعن وأنا كمان أقولها بنقطة أخرى وبكل صراحة إنه هذا الآب يحمل في قلبه ضغينة غير عادية لشعب اليهود فبيلغي كل حاجة بيلغي لهم كل حاجة بيلغي تاريخهم بيلغي شحصياتهم الأساسية اللي مذكورة في كتاب المؤدس بيلغي خروجهم من مصر بيلغي حتى الشريعة المساوية اللي المرة اللي فاتت تكلمت عنها إنه يقولك هي مأخوزة من شريعة حامورابي دول سرقنها من حامورابي بيلغي كل حاجة طيب نكمل يعني وقت اللي منحكي عن نيجي النقطة أخرى ذكرها وذكرها أكثر من مرة هو لا يؤمن أبدا بوحي العهد القديم خالص يعني كتبه أناس الله القدسون ماسوقين من الروح القدس دي مش موجودة في القموز بتاعه ولا أيضا كل الكتاب موحى به من الله مش موجودة في القموز بتاعه يعني أنا عملت حلقة عن العهد القديم وما كانت في الكتاب المؤدس واعتمدت على ثلاث حاجات أساسيين بيقول لنا إن العهد القديم جزء من إعلان الله أول حاجة شهادة العهد القديم عن نفسه هل العهد القديم بيشهد على إنه كلمة الله وكلمت عنها بالتفصيل ثاني حاجة شهادة الرب يسوع لها كل المجمع شهد عن كتابته شهد عن شخصياته شهد عن أحداثه اقتبس في جداله ونقاشه مع اليهود كان المرجع الذي يرجع له في حواراته يعني كان يقرأ منه يوم السبت لما دخل المجمع وقرأ من سفر أشعياء اقتبس منه في ردوده على اليهود اقتبس منه في إثبات أنه هو المسية اتكلم عنه وأثبت أيضا من خلاله عن شخصه عن ألامه عن حياته وبعدين التلاميذ الرب يسوع نفس الوقت وبعدين يجي الآب جورج يقول أنا لا أؤمن بالعهد بالعهد القديم سوري يعني مين انت عشان تؤمن أو لا تؤمن يعني ما احترامنا ليك وأنه يعتبروا أنه مجموعة من الأساطير نسمع نسمع بيقول ثقافة بتاعتهم عملولها نوع من الادابشن كويس ليهم وهي مش بتاعتهم وعش كده يقولك هو وقعوا في تنقضات كثيرة فهي أساسا كان المؤدس العهد القديم مش موح بيه من الله ده مجموعة من الأساطير وكأنه يعلم أكثر من المسيح نفسه هذا الآب جعل المسيح كاذبا لأن المسيح لكل المجد شهد عن مصداقية العهد الأديم وشهد على أن العهد القديم أيضا كتبه رجال الله ما سوقين بالروح القدس لأنه حتى الرب يسوع قال أن داود قال داود بالروح القدس يعني اللي قاله داود كان بالروح القدس لكن هو جاي بعد 2000 سنة من المسيح أقول لك كلام المسيح ده مالوش أي ما العهد القديم ده كله أساطير طيب نكمل لما يقول لنا أنه الكتاب مقدس كله أساطير نعمل ليه بالآيات دي أنا نفسي بس يرد علينا يشرح لنا لأنه لو أنت قلت له الآيات دي هيقول لك دي وجهة نظر دي وجهة نظر بوليس كل الكتاب هو موح به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لو قلت له قل لي كل الكتاب ده ون بيشير إلى إيه قل لك دي وجهة نظر بوليس يعني كمان طعن في الوحي في العهد الجديد طيب لما تيجي بقى وتقتبس له كمان من بوتروس بوتروس تانية واحد 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 عشرين لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس قل لك دي ممكن خبرة 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 الإيمان بتاعت بوتروس وهو حتى بيرفض هذه النصوص أنا معرفش هل هو بيرفضها وله هو يجهلها والتنين أسفل من بعض إذا كان بيجهلها دي مشكلة كبيرة وإذا كان بيرفضها دي مشكلة أكبر طيب في بعض الأخطاء التفسيرية الأخرى ما هو كل ما يبنى على خطأ خطأ يعني زي ما ما يبنى على باطل باطل فإذا بدأت تفسيرك غلط هتوصل إلى يعني ملخص خاطئ إذا بدأت تفسيرك صح هتوصل إلى المعنى الصح نسمع بيقول لنا إيه آه أخد أنا العهد القديم أقرأ كطفولة شعب كطفولة إيمان شعب يعني كيف اليهود بلشوا يتعرفوا على وجود رب أول شي يهوى يهوى رب يسوع ما ذكر ولا مرة ذكر إيل يلي هو إله الكنعانيين أوكي وقال لهم الرب إله كن كذاب وأبو الكذب كمان وقال كل من أتى قبلي هم سرقة ولصوص أوكي خلينا نشوف أخد لأنه في نقطة بس اللي زكارة عن قصة موسى طيب إذا سلمنا جدلا أنه موسى هو اللي كاتب التورات مع أنه هو شخص مش كانش موجود طيب حدا بيكتب كيف مات فمتع لك صفر تسنيه إشتراع كيف يشوع ما في يشوع بعدها نكمل مش هذه خلينا نرجع طيب يعني أنا أنا بقول لحضراتكم يعني الواحد مش محتاج حباية ضغط ده الواحد محتاج شوال ضغط يعني لو جبت أي طفل في مدارس الأحد هيقول كلام عائل عن كده يعني هو هو بيؤمن أنه اليهود هما اللي اخترعوا على الله هما اللي اخترعوا فكرة الله مش الله اللي أعلن عن نفسه عندنا الكتاب مؤدس في الكتاب المؤدس الله هو اللي أعلن عن نفسه الإنسان لا يستطيع أنه يعرف الله فالمبادرة بتيجي من الله عشان كده كاتب العمرين قال لنا إيه إنه الله كلم الأباء قديما بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة وبعدين كلمنا في هذه الأيام الأخيرة فالإعلان هو إعلان الله عن نفسه اليهود ما اخترعوش الله ما قعدوش يدوروا على شخصية يخترعوها فاخترعوا يهوى أو إيل زي ما هو بيقول اللي رب يسوع قال لهم إنه أنتم من أب هو إبليس وأعمال أبيكم تريدون أن تعملوا هي دي تنفع هنا يعني ينفع تقطبس النص ده تكلم به هنا ده بيكلم عن محاولتهم المستميتة لقتله ده بيقولهم اللي قتل منذ البدء هو إبليس وأنتم من أب هو إبليس ليس بيكلم عن يهوى ده بيكلم عن طبيعة الخاطئة للإنسان اللي استولى عليها إبليس رئيس هذا العالم وجميع الذين قاتوا قبلهم سراق ولصوص حتى تفسرها مش عارفة فسارها حتى محاولته إنه يفهم إنه سفر التسنية أصحاح 34 اللي بيتكلم عن موت موسى ممكن يكون كتبه يشوع مش قادر يفهم موضوع ده يعني سؤال لسه أي حد صغير بيسأله يعني يعني كلها تفسير خاطئة أنا لأن أنا بحبكم وبهتم بمصلحتكم أنا سمعكم الفيديو ده تاني لأنه فعلا يرفع الضغط نسمع إخد أنا العهد القديم قراء كطفولة شعب كطفولة إيمان شعب يعني كيف اليهود بلشوا يتعرفوا على وجود رب أول شي يهوى يهوى الرب يسوى ما زكروا ولا مرة زكر إيل يلي هو إله الكنعانيين وقال لهم الرب إلهكم كذب وأبو الكذب كمان وقال كل من أتى قبلي هم سرق ولصوص خلينا نشوف لأنه في نقطة بس اللي زكر عن قصة شفتوا أنا معرفش بيجمع الحاجات دي إزاي مع بعض إيه علاقتها ببعض لكن الكتاب المؤدس بيبدأ بيه العهد القديم بيبدأ بيه العهد القديم بيبدأ بآية مهمة جدا في البد خلق الله السماوات والأرض الله هو البادئ الله هو المعلن عن نفسه في الإيمان اليهودي والإيمان المسيحي الله هو الذي يعلن عن نفسه أعلن عن نفسه قديما بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة وأعلن عن نفسه بكماله في شخص يسوع المسيح مش الإنسان هو اللي بيخترع الله إيمان المسيحي العهد القديم والعهد الجديد مبني على إعلان الله عن نفسه هو قال إيه عن نفسه هو أعلن عن نفسه الزاي وده اللي بيميز الإيمان المسيحي في العهد القديم والعهد جديد عن إيمان الأمم الوطنية الأخرى نكمل عقيدة التبرير في رميا مبنية على شخصيات وهمية إبراهيم وداود شخصيات وهمية هلو بالكم يعني عقيدة التبرير نفسها أما البار فبالإيمان يحيا كويس اللي بنيش هبولس الرسول في كل رسالة رميا مبنية على شخصيتين هذه الشخصيات شخصيات وهمية في وجهة نظره إبراهيم وداود نسمعه بالتلاتة اللي هو إنه الكل أخطأ بعدها كيف بيتبرر وبيستشهد بداود وبإبراهيم دول اتنين ركيزتين أشخاص وهميين عم يبني عقيدة على أشخاص وهم وهم ما هتكل إيماننا المسيح مبني على وهم نحنا إيماننا مش مبني على إبراهيم ولا على رسالة رسالة رومي هادي وجهة نظر هادي وجهة نظر رومي رسالة رومي يعني الأسيس شيربل يعني ربي باركو الراجل يعني بيحاول يشرح له بيشرح له يعني مبادئ الأساسية حتى وهو رفضها بيعارض لمجرد المعارضة يعني يعني نبني إيماننا على في التبرير المسيح على شخصيات وهمية يقول أصله دي وجهة نظر وجهة نظر بوليس يعني رومي دي ناخدها كمان كرسالة وانطلعها باركو كتاب المؤدس لأن دي تعتبر وجهة نظر دي مش مكتوبة بإرشاد الروح القدس دي وجهة نظر هو خللنا ايه في كتاب المؤدس وبعدين يعني حتى أنه يعود يسمع يسمع الرجل بيرد عليه يسمع للآخر ما عندوش حتى هذه الزوقيات في الحوار أنه يسمع للآخر فإحنا بننا إيمان وبوليس بنى دفاعه عن عقيدة التبرير بالإيمان في روميا على شخصيات وهمية إبراهيم شخص وهمي عارفين ده بوليس بنى عقيدة التبرير بالإيمان وليس بالأعمال على التتابع التاريخي لأحداث شخصية إبراهيم مش بس شخصية إبراهيم يعني هل الكتاب قال لنا إن إبراهيم إنه آمن بالله فحسب له الله إيمانه برا هل آمن بالرب قبل الختان ولا بعد الختان ده بوليس بنى الدفاع عن عقيدة التبرير بالإيمان وليس بالأعمال على أيهما حدث قبل الآخر الختان حصل الأول ولا التبرير حصل الأول الإيمان حصل الأول قال لا ده الإيمان حصل الأول وبعدين الرب أعطاله الختان كعلامة يعني مش بس الشخصية لكن حتى التتابع الأحداث التاريخية في حياة إبراهيم كانت مهمة بس لا إحنا بنينا العقيدة على شخصيات وهمية طيب هل في ناس هتهلك بكل تأكيد في ناس هتهلك ليه لأنه من له الابن له الحياة طيب ومن ليس له الابن ناس هترفض الابن مع كل اللي عمل الرب يسوع من أجل خلاص الإنسان في ناس لحد النهار ده بترفض الإيمان بالمسيح طيب الناس اللي هترفض الإيمان بالمسيح دول مصرهم ايه مصرهم ايه آه الله لا يريد أن يهلك أحد هو يريد أن الجميع يخلصون لكن هل الله هيدخل كل واحد للحياة الأبدية سواء آمن أو ما أمنش يبقى المسيح مات بلا سبب نشوف بيقول لنا ايه نسمع الفيديو اللي جاي لحظة العدالة تتطلب قصاص نعم كل العدالة فيه أصاص لإله نعم شو الغاية من الأصاص عند الرب شو الغاية من الأصاص أول شغلة وقت اللي الرب اللي هو كلي القدرة بالحب ما في يقول ديو تو بيسان وقف تو بيسان أنا مور يعني كلية القدرة بالحب يعني شو بتقدر يعمل الحب يقدر الرب يعمله إذا واحد من أبنائه راح للهلاك بيكون بتكون إذا أنا خطيطي وضعفي البشري قدر يغلب محبته ورحمته لازم نعبد الخطيئة يعني منطق منطق خطير في واحد من أصدقائي لما سمع فيديو الأسبوع اللي فات قال لي يبدو أن الأب جورج بيقرأ الكتاب مقلوب مش معدول دي ناس هتاهلك دي ناس هتاهلك لأنها رفضت المسيح ده طبيعي مش لأن محبة المسيح تهزمت لا لأن الله بيحترم حرية الإنسان أنا سأجعل أمامك الحياة والموت فاختر الحياة لتحيا طب وحاصلت 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 ليه ليه لو أنت أنا أعرف ناس بالاسم يعني رفضوا ياخدوا الفكسين بتاع الكوفيد رفضوا ياخدوا ونتيجة أنهم رفضوا ياخدوا الفكسين مردوا ونتيجة مرضهم ماتوا أنا أعرف على الأقل شخصين بالاسم هل ألوم الشركة اللي عملت الدواء الفكسين ولا ألوم الشخص نفسه اللي رفض ياخد الفكسين المضاد يعني إحنا منفكر إزاي والرب يسوع أتكلم عن الهلاك واتكلم عن العذاب واتكلم عن الدودة التي لا موت والنارة التي لا تطفق تكلم عن كل ده واتكلم عن أنه يعزل الخرافة عن الجداء واتكلم عن اذهبوا عني لا أعرفكم اتكلم عن كل ده تكلم عن الغني اللي راح النار واتكلم عن العازر اللي كان في حدن إبراهيم فيه إيه إحنا بنجيب الكلام ده منين بيجيب الكلام ده منين هو بير عن كتاب يعني إذا أنا خطيتي وضع في البشري قادر أن يغلب محبته ورحمته لازم نعبد الخطيئة صيرنا إذا لحظة العديلي تتطلب قصاص طيب نيجي نكمل قال لك ما فيش حاجة اسمها جوهنم ما فيش حاجة اسمها جوهنم ما فيش حاجة اسمها هلاك وهنا يضع نفسه فوق رب المجد نفسه اللي تكلم عن جوهنم وعن الهلاك وعن النار وعن الدود وعن الظلام نسمع كده حضرته انه قد يرجع علي كان لقصة العهد الجديد انه ما فيش هنم ما فيش هنم مكيد لا هذا كان وادي بقرش عليم كان يضع فيه انا بفضل نحكي عشان بغير حلقة ما انه بعرف انه هذا اساسي عندي اذا كان ارفض الله بالعهد القديم اوك انت قول عمير فضل انا في قتل يعني زي ما بيقول الاساسي شربل انه النوتة دي خطيرة لانه هو بدأ بالعهد القديم ينقضه ودخل على العهد جديد يقبل اللي هو عايزه ويرفض اللي هو عايزه يعني عمل الكتاب مؤدس زي ماركت هيروح ياخد اللي عايزه ويسيب اللي مش عايزه هو مش مقتنع بفكرة جهنم ومش مقتنع بفكرة العذاب او الهلاك او الدينونة الله هو بالنسبة له حب الله بالنسبة له حب فمش ممكن ابدا فكرة الجهنم والهلاك والعذاب الابدي تتماشى مع الله الذي هو حب وبينسى انه الله الذي هو كلي الحب هو ايضا كلي القداسة وكلي البر وانه لن توجد خطية بدون عقاب الخطية التي بدون عقاب هي الخطية التي نعترف بها وانه اختسل بدم المسيح الذي يطهرنا من كل خطية that's it هو ارحم من ربنا وارحم من المسيح المصيبة بقى والطمى الكبرى اللي مش بس هترفع الضغط لكن ممكن تجيب كل الامراد التانية يعني الرب يحميكم بيقول المسيح لم يأتي ليموت المسيح اكانه لم يقرأ الاناجيل ما قرأش انه المسيح انه ابن الانسان ينبغي كويس ان يضع نفسه فدية عن كثيرين ده كلام المسيح ما اراش على انه المسيح قال كذا مرة انه ابن الانسان يذهب الى ارشاليم ويقبض عليه ويحاكم ويموت وفي اليوم الثالث يقوم ما اراش انه المسيح كان موجه ثبت واجهه منطلقا نحو ارشاليم ما اراش ده كله ما اراش عن حقيقة مجيء المسيح لكي ما يموت ما اراش ده يقول لنا اي با يفتلنا يقول ما فيش المسيح المسيح ابدا لا شو مات يسوع على الصليب اول شي لماذا مات يسوع على الصليب اول شي نحنا اللي اقتلناه المسيح اول شي لم يقتل يموت على الصليب لا لا خدها مني لكن عم تنقض المسيحية كلها ما فيك تتهم بلا لان اقول اقول المسيح لحظة ابونا جورج فيك فيك تجاوبي على سؤال كيف يعني بصوا حضراتكم هو وده اللي دايما بقوله انه البداية بتكون بسفر التكوين انك انك ترفض تاريخية الاحداث والشخصيات وعمرك ما بتوقف هيك بتكمل زي ما هو كمل بدأ بشخصيات العهد القديم ورفض العهد القديم ورفض احداثه ودخل كمان ورفض رسائل العهد الجديد كويس ورفض كمان كلام المسيح نفسه واعتبر ان المسيح قتل المسيح لم يموت المسيح قتل كويس مسكين لم يكن يعلم انه سيموت مع انه قال ليه سلطان ان اضعها وليه سلطان ان اخذها ايضا مع انه تكلم عن انه الهيكل دوا لن يظل فيه حجر على حجر ويعني ثابت وكان بيكلم عن جسده عن موته ويجي هو شاطب المسيحية بألم المسيح لم يأتي ليموت والمسيح ده الفيديو الاخير بس ان فيش وقت المسيح لم يكن يعلم انه سيموت يعني مسكين يدحك عليه والناس ابدوا عليه ويموتوا الرب يحمينا ويعطينا نعمة نحن لكي نقرأ كلمة الله ونمتحن كل هذه التعليم الخطيئة في دو كلمة الله الرب يبارككم